بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة المهدى وبدأنا بداية جديدة بداية عام هجري مليء بالأنوار ومليء بالأسرار أيام جديدة بيحس فيها الإنسان بأن ربنا سبحانه وتعالى بيرسل نفحات عشان الحياة تتجدد وعشان كده الإنسان في البدايات بيحس مولود جديد فالبدايات بتيجي معها إحساس بالأمل وإحساس بالبشر وخلي بالكم أهم نفحة في النفحات البدايات أن هي بتيجي بعد نهايات فأنت لازم تخلص على حاجات لازم وأنت في البداية تنتهي عن بعض الأشياء وتتخلص منها فلازم قلبك يكون متهيئ لاستقبالها ومن أهم علامات التهيئ للنفحات الله سبحانه وتعالى الاستبشار النهاردة هنجلس مع جليس اسمه الاستبشار ماينفعش تبتدي بداية جديدة مع عام جديد وإنت ما تشتجلس مع هذا الجليس الجميل الرائع اللي كتبه ربنا سبحانه وتعالى علينا عشان نحس مع مولانا سبحانه وتعالى بالوسع والجمال ونحس كمان بالرحمة ونحس بالود ونحس بالصفاء ونحس بالعطايا اللي ربنا سبحانه وتعالى لا يمنعها عنا أبدا في كتير مدينة بينسوا النور والبهجة اللي بتحصل لقلوبهم مع الاستبشار ليه بقى؟ لما سابوا ظلمة التشاؤم تتسرسب إلى قلوبهم فتطرد منها حب الحياة وتطرد كمان منها العيش بالأمل والاستبشار والاستبشار يا سادة من أهم معاني حياة القلوب هعرف الاستبشار ده إيه اللي حصل؟ ممكن قلبي يموت وهو لسه عايش لما النفس الأمارة بالسوء توهم القلبي ده بأنه هو الوحد معين أن الله سبحانه وتعالى يقول أليس الله بكافي عبدا اسألوا الناس اللي أصابهم الأحباط والعجز والكآبة الناس اللي يلوبهم مكوية بالخطة والألأ والنظرة السودوية دي والناس اللي أي تجربة بيمروا بيها بيهولوها ويا عالم والتعب والنتائج اللي بيدخلوا ما تعمي عنيهم فيفضلوا في حياتهم ولهازم عايشين تحت سلطان الكآبة والتشاؤم فوف حوالي الرئابتهم حبل التشاؤم نهدى شوية لما حضرت قال كلكم راعا وكلكم مسؤولين عن راعياته فحضرت النبي خلينا إيه؟ مسؤولين يعني منتبهين أهم حاجة في المسؤول أنه هو يكون منتبه ينتبه لإيه؟ لأن بعض الأهالي في بعض الأحية بيرابوا أولادهم ويزرعوا فيهم بذرة التشاؤم من غير ما يدروا فمسلا ما ييجوا يحاولوا وعايزين يخلوا أولادهم يقدروا النعمة اللي هم فيها يخوفوهم من زوالها ويقولولهم بلاش تتبطروا عن النعمة شوفوا اخوانكم كان دايما كان عنده واحد صديقي دايما يقول لي المراتي دايما تقول لولادها شوفوا اخوانكم في بلد فلانية اللي عايشين في مجاعة ليه طيب؟ ليه كده؟ وإيه اللي حاصل؟ أو تقول لهم بكرة مش هتلاقوا لقمة العيش ليه؟ ليه؟ ليه كده؟ إيه اللي حاصل؟ إن البلاء موكلهم بالمنطقي طيب إيه لو حصل إن دا ملايكة كتبته دعاء وكتبته إن دا ظنك ولا ظنك برب العالمين فرح ربنا مدهولك وكفاية بس إن أولادك ما يحسوش بأمان ما يحسوش بالأمان وهو في حضرة مولاه سبحانه وتعالى فلا يحس بالأمان وهو في جنب الله سبحانه وتعالى وما يتربوش على رؤية النعمة إزاي بتسعدهم وتخليهم على يقين من أن الله سبحانه وتعالى لن يخزلهم ولن يتركهم ويتربوا على الخوف من بكرة ويتربوا إن ربنا متربص بيهم وفي أي وقت إيه اللي هيحصل؟ ربنا سبحانه وتعالى عايز لهم ويكسر نفسهم ويأذيهم وفي وقت الأزمات يحسوا إن ربنا نسيهم أعوذ بالله ده كله بيحصل من الكلام اللي حضرتكم إن الرجل اللي يتكلم بالكلمة من صخة الله لا يلقي لها بالا يأو بيها في النار سبعين خريف وعشان كده الله سبحانه وتعالى جعل البشرة تسري في كل تفاصيل حياتنا كل تفاصيل حياتنا مليانة بالبشرة الله سبحانه وتعالى يقول وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم يعني إيه؟ يعني الله سبحانه وتعالى جعل ليهم عنده فضل سيعطيه لهم ويفتح عليهم ويبرك لهم ولذلك ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يبقى إيه اللي حاصل يبقى إيه اللي احنا بنعمله ولذلك الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم إيه بيه؟ لهم البشرة في الحياة الدنيا وفي الآخرة لهم البشرة يبقى الذين آمنوا وأولياء الله إيه اللي حاصل بيستبشره فإحنا بنعمل في النفسينا كده ليه؟ وعشان كده وكأننا طول الوقت وفي أي مكان محاطين بالبشرة ولذلك الله سبحانه وتعالى يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمتي ربنا اللي قال لنا كده فممكن تيجي تتكلم مع حد الدنيا سودة في عينه فتقول له استبشر يا أخي استبشر بالخير تلقاه يقول لك منين؟ الواقع بيقول غير كده وأنا إنسان واقعي لا 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 يا سيدي أنت لا واقع ولا يحزنون أنت ومش قادر تفرق ما بين الواقعية والوقوع في أوحال النفس الأمر بالسوء دي مش واقعية دي وقوع وقوع في أوحال سوء الظن بالله ستين هاجر علمتنا مفتاح من مفاتيح الفرج علمتنا مفتاح من مفاتيح جنة الدنيا لما قالت لسيدنا إبراهيم الله أمرك بهذا إذن لن يضيعنا وبدأت تسعى بين الصفا والمر فحفظها الله سبحانه وتعالى وحفظ ولدها سيدنا إسماعيل في وادي غير ذي زرع فعلمتنا إن الفرق بيكون مع الاستبشار واليقين بالله عشان كده الأمل لازم نعيش به والأمل ده هو اللي بيخلينا نتحقق إن احنا طيور فكر الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لو توكلتم على الله حق توكله يعني لو عندكم الأمل الحقيقي زي الطيور كده لو توكلتم على الله حق توكله رازقكم كما يرزق الطير الناس متصورين إن التوكل بس هو الأخذ بالأسباب لا التوكل كما الأمل وعشان نبقى زي الطير ليه نجنحين لازم نعرف إن الأمل اللي عندنا إن ربنا سبحانه وتعالى جعله جزء من مفهوم التوكل يبقى التوكل معاني كتير منها أبل والله أبل الأخذ بالأسباب الأمل هو الطير وهو خارج عنده إيه يقين وحسن ظن وأمل في الله كل دي معاني معاها الأخذ بالأسباب وزيك الأمل بقى عشان نبقى زي الطيور ويبقى لازم نفهم من الأمل كمان ليه جناحين الجناح الأولاني الواقعية إنك تحسب الحسابات وتنظر للواقع وتعمل درسة جدوى وتبص في خطط التنفيذ بس سوى على الجناح التاني يفوتك هتبقى مكسور الجناح ومش تقدر تطير ليه؟ الحسابات 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 تتحول إلى إيه؟ إلى مشقة تحول إلى حملة إيد لازم يفوتك جناح التاني بقى وهو التفاؤل الرشيد فما نفعش تخلي الحسابات هي كل الحياة لابد يكون فيه تعلق وأمل بالله سبحانه وتعالى ما حصلش هتبدين يا مشكلة عشان كيف كان دائما البشر ودايما يبشر أصحابه بالخير بكل أفعاله صلى الله عليه وسلم ويشعرك بمدد ربنا سبحانه وتعالى فتتسبشر فحضرت النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفه الصحابة كان يحب الفقل الحسن جيه في حديث سيدنا أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفقل الكلمة الحسنة والكلمة الطيبة إيه اللي حصل بقى؟ فاكرين الراجل لما جمل لحضرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم أبشروا فقالوا لقد أكثرت علينا من أبشر فجي أهل اليمن فقال أبشروا قالوا قابلنا البشرة يا رسول الله فإن اللي حصل؟ صارت الحكمة يمانية والإيمان يماني بشرة اقبل البشرة حدث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اقبلوا البشرة حدث النبي مش بيقولهم اقبلوا البشرة دي لكن على طول خلوا قبول البشرة ده منهج في حياتكم أنا عايزة ألكم سؤال إيه اللي يبقى من الإيمان إذا كان الإنسان مش هيستبشر؟ إيه التفعيل المتألق الجميل المنور في حياة الإنسان أجمل من الاستبشار؟ وعشان كده من أهم موانع الاستبشار بقى تعالوا نشوف أهم موانع الاستبشار إيه اللي بيمنعنا من الاستبشار؟ إدمان النكد والعيز بالله بثلاثيتي كسرت الانتقاد وكسرت اللوم وكسرت الشكوة تلاقي واحد كل ما تشوفه شكوة 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 يمررك الحياة وانت قاعد معاه تاني حاجة مع إدمان النكد ارتفاع سقف التوقعات واحد عنده توقعات عايحصل وعايحصل وعايحصل وكان زمان يربونا لو جالك مليون جنيه لو جالك ما عرفش وإحنا كنا صغيرين مليون جنيه ساعتها دي يعني مليار جنيه دلوقتي في إيه اللي يحصل؟ فيبقى عنده سقف توقعات وأنا عرف ناس طول الوقت منتظرين إيه؟ عطايا مفاجئة إمتى بس يجيني بقى الكنز حاجة كده يعني متربين على انتظار الكنوز حاجة التالتة المهمة كمان اللي بتخلينا نتوقف عن الاستبشار الخوف من الخزلان نخاف إن احنا يخزونا الله سبحانه وتعالى إذا استبشرنا ويقولك أنا كل ما استبشر إن اللي عايزه هيتحقق ما يحصلش لحد ما بقيت من كتر الشعور بالخزلان حسس بالإحباط هو ده غلط من اللي قالك إن الله سبحانه وتعالى مش هيستجيب لك لازم نعرف إن فيه فرق كبير ما بين الاستبشار من منطلق حسن تظن بالله وفي فرق ما بين الاستبشار من منطلق تمني حدوث التوقعات بتمني أشياء تتحقق على مراضي لا الاستبشار مش إن أنا عايز الحاجة تتحقق على مراضي الاستبشار معناه إن أنا حسن تظن بالله إنه لن يجري علي إلا كل حسن فيبقى جزء من الاستبشار هو حسن تظن بالله والتسليم لله فيكون هناك يقين بيه ألا يعلم من خلق وهو اللطيف والخبير وعشان كده تجد أهل الله والصالحين يبرونورك الكلام ده ويدو لك طريقة عشان تقدر تعمل الكلام ده فالسيد بن عطاء الاسكندر يقول لك إيه يقول له وكأنه بينقشك هو أنت ليه مش مستبشر فيقول له أنا مستبشر مش مستبشر عشان الواقع يقول له لا أخرج من فكرة الواقعية دي إلى فكرة إن أنت عبد في ساحة مولاك طب العبد في ساحة مولاك مولاك يعمل إيه يقول له سيد بن عطاء الاسكندر إذا إن لم تحسن ظنك به أي بالله لأجل حسن وصفه فأحسن ظنك به لأجل حسن لأجل معاملته معك يعني أنت إذا ما حسنت ظنك في الله عشان جميل صفاته فحسن ظنك في الله من أجل معاملته اللي هي فيها إيه فهل عودك إلا حسن وهل أزدى إليك إلا مننا هو ادى لك غير كل خير هو عملك بغير الإحسان فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان هو أعطاك وعودك على حسن معاملتي يبقى أنت تحسن الظن فيه أقل شيء فالمستبشر هو الشخص اللي بيتأقن إن الله معاه فانطلق في حياته وحاسس إنه هو في حمى مولاه يبقى أنا حاسس فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين أنا حاسس أليس الله بكاف عبده يبقى المستبشر هو اللي يرى الحياة بنور مولاه هو اللي بيحيا بلا حول ولا قوة إلا بالله اللي مش بيتربع الاستبشر بيحصل له للأسف أربع أشياء سيئة أربع خصال من السوق بمكانة أول حاجة ديق الرؤية فلا يرى سعة الحياة أنا والله شفت ناس كتيرة شايفين إن الحياة لا تتسع لبرة باب الأوضة اللي هم قاعدين فيه لأنهم بيستبشروش قاعدين يجيبوا الكآبة والغم والإحباط عن نفسه فهو شايف إن حياته مش هتتهدى باب الأوضة اللي هو فيه ساعات ما تتهداش الهدوم اللي هو لبسه ولزلك ده سيء الظن بالله حواسعة الله سبحانه الله سبحانه وتعالى أخبرنا إن الله سبحانه وتعالى ماذا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك فلزلك هو لا يرى ساعة الحياة ولا يشاهد مدد الله الدائم ما يشوفش مدد الله الدائم تاني حياة بتحصل بقى للشخص اللي هو الشخص اللي هو فاقد الاستبشار بتحصل له انتمص للبصيرة ينهر بيض فما يشوفش لطف اللي نازل عليه في كل أحداث يحس دايما إنه هو في حالة مقت وحالة غضب فيعيش منطمس البصيرة فلا يرى لطف الله ينزل عليه في كل حال حاجة التالتة اللي تحصل له إن عدام الشغف بالتجريب إنه هو مش عايز يجرب حاجة يا راجل بلواجع دماغ يفضل إن عدام الشغف بالتجريب وبالمحاولة وبالابتكار وبالسعي يوصل به إلى حد اليأس من الوصول للسعادة السفر الرابع اللي بتحصل بقى للإنسان غلق أبواب الرضا ما يرضاش بقى ما يوصلش الرضا فتغلق عليه أبواب الرضا لأنه تعلق بما يريده باعتباره الفرصة الأخيرة للسعادة هو شايف إن اللي هو محتاجه ده هو الفرصة الأخيرة للسعادة يا سادة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحلم أحلاما كبير دي الحكمة اللي أنا بحب دايما أقولها للناس من أداب المحب المحب لله سبحانه وتعالى في أداب من أداب المحب أن يدفع عن نفسه التشاؤم واليأس والاكتئاب لأن ذلك لأن ذلك كله من سوء الظن باللطيف الودود الوهاب في أكتر من كده سوء الآخر فليحلم أحلاما كبير والحكمة التانية من أداب المحب لله أن يدفع عن نفسه التشاؤم واليأس والاكتئاب لأن ذلك كله من سوء الظن باللطيف الودود الوهاب عايزين بقى نشد حنة كده ونخرج من إيه نخرج إلى ساحة الاستبشار الواسعة وعشان كده تعالوا نعمل سوية إجراءات كده ونتاخذ سوية سبل توصلنا إلى هذه الساحة الواسعة أول حاجة أعمل عمل ثقيل عليك وتحرك تجاه هدف ومراد وغاية أنت كنت مستتقلها وعمل الكلام ده وتورو الكلام ده وتوضيف عليه رجائك بالله وخط خطوة ولو صغيرة في الاتجاه ده ما احنا عايزين نغير بقى إن الله لا يغيره ما بيقومني حتى يغيره ما بيانفسي الاستسقال ده هو ثقيل عليك أنت ضعيف طبعا ضعيف بس الاستسقال عليك ده هو ليس ثقيل على الله خذ الخطوة واستشعر مدد الله سبحانه وتعالى وخذ الخطوة ده على الغاية التي كانت صعبة عليك طيب الحاجة التانية خلي ليك ورد من الحمد كل يوم تحمد الله سبحانه وتعالى إنه هو ماذا أغرقك في نعمه ليه وإن تعد نعمة الله لا تحصوها فتعود دائما إنك تحمد الله سبحانه وتعالى حمدا يشعرك بأنك غريق النعم الحمد لله الذي أعطانا فوق ما نريد إذ أعطانا ما يريد آه الله فإذا كان هو أعطانا ما يريد فإحنا غرقى في نعمه لأن الله سيعطي على مقامه الحاجة التالتة اللي أنت ممكن تعملها وتكون إجراء لطيف ممكن يساعدك على إن أنت تكون أحسن لما تحس إن الأمل بيقلي في قلبك وبدأت تحس بالتشاؤم واليأس ادعي الله سبحانه وتعالى بقول له ادعي ربنا سبحانه وتعالى لما تلاقي الأمل بيبتدى إيه إن خفض إن خفض إن خفض خلاص وصل لأدنى مستوياته قول ربنا ودعيه ولو ما عندكش دعاء ممكن تستخدم الدعاء اللي أنا بحبه ده اللهم إني أسألك أن تطهر قلبي من سوادي أوهامي وهمومي ببرد رجاء في ما عندك وأن تداوي فؤادي من أوجاع السوادي خاطري وشكوكي بنسائم أمل في حنان نظرك وأن تريح مهجتي من ظلمة مخاوفي بأن تغمرها في نهر في نهر التعلق بنور لطفك ورحمتك نقول الدعاء تاني اللهم إني أسألك أن تطهر قلبي من سوادي أوهامي وهمومي ببرد رجاء في ما عندك وأن تداوي وأن تداوي فؤادي من أوجاع سوء خواطري وشكوكي بنسائم أمل في حنان نظرك وأن تريح مهجتي من ظلمة مخاوفي بأن تغمرها في نهر التعلق بنور لطفك ورحمتك يا رب العالمين في رضاك وفي حماك واجعلنا يا رب دائما نكون من أهل المحبة ومن أهل الرضا ومن أهل الموصول إلى دوام اليقين بمددك لنا يا رب العالمين جعلنا يا رب المستبشرين اجعل الاستبشار مفتاحا للدخول عليك يا غفار بسعة الأنوار يا من أعطيتنا ولم تمنعنا ويا من حميتنا من السوء والأخطار اجعلنا دائما من أهل الاستبشار يا سيدة احنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة مليئة بالاستبشار لما منتلقى أسئلتكم المباركة وتفضل صفحتنا على الفيسبوك صفحة بن نامج ولا تعسروا جسد للوصل والبقاء معا في حضرة مولانا سبحانه وتعالى ونفضل أسئلتكم المباركة بتدخل السرور على قلوبنا ونفضل معكم في مجلس الذكري على الدوام أول سؤال بقى وإحنا بنخصص النهاردة عشان نرد على أسئلتكم اللي وصلتنا على صفحتنا على الفيسبوك أول سؤال وصلنا بيقول السلام عليكم أمي كان معاها عقد دهب فلبست مرة في فرح بعد كده حصلت معانا حاجات وحشة فهي اعتبرت العقد فالوحش شوف على النسب نتكلم على إيه وهي اعتبرت العقد فال إيه وحش وحلفت مش هتلبسه تاني الكلام ده من سنتين وهي حاليا عايزة تلبسه تلبسه تاني وهي حلفة إزاي تكفر عن الحلفان وعلى عليها اسم لو لبسته لا يا سيدي هي لا يا سيدي هي وينفع عنها تلبسه وتكفر عن يمنها تطعم عشرات مساكين وإيه اللي حاصل وتلبسه وما تحلفش تاني وما توصلش لمسألة الحلفان مرة تانية وتلبس العقد ده عشان هي خلاص كفرت عن يمنها لأن الرسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أقسم على شيء واجهد الخير في غيره كفر عن يمينه وفعل الخير السؤال التاني بيقول يا مولانا أنا متجوزة في بيت عيلة بناكل ونشرب مع بعض بس أنا بتكسف فباخد ساعات أكل في شأتي وبأكل بس من غير ما أقول لهم حماتي كانت بتقول لي خد اللي أنت عاوزاه وأنا بقوم بشغل البيت كله عشان حس بالذن فهل ده يعتبر سرقة لإني ما بقدرش آكل معاهم كويس وبرضع وجوزي ما يقدرش ينفصل عنهم دلوقتي السؤال ده دقيق شوية ومهم إحنا عندنا قاعدتين مهمين جدا 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 قاعدة الأولى أن التقديم يقوم مقام الإذن يعني لو حد قدم لي الكباية لو حد وضع قدامي كده وأنا داخل البيت حط أكل كده وقدمه فإيه اللي حاصل فالتقديم يعني أنا دخلت فلما جيت رح حطت الأكل قدامي فالتقديم يقوم مقام الإذن الإذن في إيه؟ في إن أنا آكل طيب فأنا إذا ما قدرتش آكل هل يجوز لي أن آكل أن آخذ؟ آه الأمر التاني بقى أن الإذن الإذن في هذا الأكل أو الإذن فيما يتعلق بالعيش الإذن ده هيبقى عام ما لم يخصصه فإيه قالتلي إيه؟ خد 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 اللي أنت عايزاه فمش هيقيده بخد اللي أنت عايزاه في هذا الوقت لكن خد اللي أنت عايزاه باعتبار أننا عيشتنا واحدة فيبقى الأكل اللي أنت بتاخديه عشان تكليه لوحدك ليس عليك إذن لكن الملاحظ في السؤال ده ثلاث حاجات الحاجة الأولانية الملاحظ في السؤال ده أن حضرتك عندك وسواس أو بدايات وسواس عند الجلد للذات زيادة مش لأنك أنت ورعة لا أن أنت عملت إجراء لعقاب نفسك على حاجة أن هي حرام قبل ما تسألي فأنت يقول لي حاصل بتعملي شغل للبيت كله عشان تعقب نفسك عشان أنت لو كنت بتاخدي الأكل ده والأكل ده بطلق حرام يبقى أنت عملت عقاب لنفسك لا غلط اللي أنت بتعملي ده ولذلك أنت لابد أن أنت تنتبهي إلى مسألة جلد الزيت أتي أول حاجة حاجة التانية اللي ملاحظة في السؤال ده بقى أن أنت محتاجة شوية تقربي من أهل بيت جوزك تقربي من حماتك وإخواته تقربي منهم ليه لأنهم في الحقيقة ناس صالحين أنهم يبقوا إخواتك ويبقوا كمان وتبقى هي كمان في مقام والدتك ودوات ليس خيانة لأسرتك الأساسية هو الواحد لو توسع في الأصدقاء يبقى ده خيانة للأصدقاء والأساسيين أبدا فلذلك أنت توسعي في ده وأحسني إليه وبعدين لا تحقرن من المعروف شيئا ولو قال انتلقى أخاك بواجه انتلقى طبعا أنا جبت منين عشان أنت قلتلي أن أنا بتكسف أكل معهم فأنت إنك بتكسف إن أنت تأكل معهم ممكن الحاجز النفسي ده سببه إنه في غربة في فجوة بينكم فأنت عايزة تعبوري الفجوة دي فأنا بنصحك إن أنت شوية تقرابي منهم وتتعامل معهم مش تتعامل معهم على إنهم بيستغلكوا لخدمتهم ولكن على إنك أنت واحدة منهم وحماتك كمان هي ست زي ما يقوله قدمت لإيه السبت بإن هي قالتلك إيه كلي وخدي معاك لو أنت عايز الحاجة اللي بعد كده اللي أنا خائف كمان إن أنا شايفها في السؤال ده إن أنت شوية حاسة إن أنت مسجونة عشان أنت يعايشة في بيت عيلة لا مش كل اللي عايشين في بيت عيلة لازم يحسوا بالضغط عليهم والضيء ومش لازم كل اللي عايش في بيت عيلة لازم واجب عليه إن هو ينفصل واضح إن أنت عايزة يبقى لك سكن مستقل ليه طيب لإن أنت شخص حساس ومتحبيش إن حد يتكلم عليكي كلمة من كده ولا كده إزاي يعني مش حبّة إن حد يقول عليكي لا بتاكل كتير ولا حبّة إن حد يقول عليكي كذا ولا حد فيه شخصيات كده فأنا شايف إن مسألة التخطيط لوجود سكن مستقل شيء مهم في حياتك أنت أو إن أنت تتحاول تتخلص من الحساسية لإن أنت عندك حساسية زائدة والحساسية دي تحتاج إلى إنك أنت ببساطة خالص تعالج الحساسية دي عشان تخرج من اللي أنت فيه ده اللي أنت هتعمليه الأكل اللي هتخديه مش هيكون حرام لكن في نفس الوقت انتبهي لفكرة جلدك لذاتك وانتبهي للفجوة اللي بينك وبين أسرة زوجك وانتبهي كمان إلى شيء مهم جدا أن آه أنت الأفضل ليك وللنمط شخصيتك أن أنت تسكني في بيت مستقل وبالمناسبة ده حقك لكن لغاية ما تحقق ده عليك بالعشرة الحسنة وحسن المعاملة نعم السؤال بعد كده بيقول أنا وقعت على رجلي حصلي شرخي في مست الرجل والحقيقة رفضة أجبسها مش هقدر أستحمل الجبس عشان هيديقني وكمان عشان الاستحمام والوضوء أنا ربطة رباط ضاغط بشيله وألفه تاني عند كل وضوء وكمان بصلي وقفة مش قاعدة وعارفة أني قادرة الحمد لله أستحمل وبيقول لي كده مبالغة وحرام عشان مش بتستعمل الرخص يهمني أعرف رأي حضرتك يهمني أعرف رأي حضرتك أنا مش هقول لك رأي أنا أقول لك بس الفتوى المتعلقة بهذه المسألة لأننا مش بنتكلم برأي نحن بنتكلم بالفتوى يعني إيه؟ يعني بنتكلم بما ظهر وبان لنا من الكتاب والسنة وده فيه فرق كبير جداً جداً بينه وبين الرأي الرأي ده ده تواحد يقوله بناء على ميله الشخص أنا لو أفتيت الناس ببناء على ميله الشخص أكونوا آثماً لأننا مفروض تعريف الفتوى هو بيان الحكم الشرعي في مسأل في واقعة بغير إلزام فأنا مش ببين رأيي أنا ببين ببساطة خالص ما ظهر وبان في الحكم الشرعي فيه حد يقولك بقى أنت كده بتقول أن ده حكم ربنا لأ أنا بيقولك الفتوى فيه فرق ما بين حكم ربنا والفتوى طب والإلزام جي منين مين قال إن أنا لما بفت الفتوى بألزم الناس ما ألزمش حد الفتوى أصلاً من قبيل الإيه؟ من قبيل النصيح غير ملزمة يعني إيه غير ملزمة يعني الفتوى مش في ذاتها زي حكم المحكمة لأن الفتوى غير ملزمة ده كله بس عشان قالت لي أعرف رأي حد يتك أنا مش بقول رأي أمال إنت دلوقتي بتقولي إن فتويتك ملزمة لا أنا بقول في تويتي بيان للحكم الشرعي يعني بيان لمراضي الله مش بتكلم بهوايا آه دي حاجة مهمة قوي يبقى إيه اللي حاصل يبقى لازم نفرق ما بين ده وده الفتوى بتقولي بقى بتقولي إن هي عندها شرخ في وش رجليها فالشرخ ده تعمل إيه؟ محتاج إن هي تتجبس طيب هي مش عايزة تتجبس مش عايزة تتجبس ليه؟ قال لك لأن الجبس عيداقني في ناس كتير عندهم حاجة كده زي فوبيات من الجبس وديق من الجبس وذكرياتهم مع الجبس مش كويسة وإحساسهم بأن الجبس حاجة تقيلة قوي في رجليهم مش هيعرفوا يمشوا بيها كل الكلام ده هو الأوهم دي والأشياء اللي إزاي دي اتغيرت اتغيرت إزاي بقى فيه جبس خفيف وجبس وده الحاجة المهمة بقى وفيه جبس بيتفك ويتلبس تاني يعني فيه جبس بيتلبس ويتفك والجبس ده بيخلي الرجل أفضل يعني احنا لازم نمشي وراء الطبيب لأن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم ما حبش الناس اللي بيتدخلوا في الطب الله سبحانه وتعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فأنت في مسألة حضرتك هنسأل الطبيب هو عدم لبس الجبس ده يعيخلي الرجل تتأخر في العلاج لو قال لي أيوة البس الجبس طيب هلبس الجبس وانا متدايق لا البس الجبس اللي بيتفك وترك يبقى إيه اللي حاصل وهو حتى الطبيب وخاصة في حالة الشرخ دي بيقولك تلبس الجبس كام وقت قد إيه في اليوم نروح للطبيب كويس ويقول لنا كل الكلام اللي أنا بقول لحضرتك ده يبقى أنت مبلغة آه مبلغة مبلغة في الخوف من الجبس أيوة مبلغة في الخوف من الجبس يعني إيه اللي مدايق في أنك أنت مبلغة آه مبلغة يعني إيه مبلغة لا الجبس ما يستحقش كل الخوف ده إحنا بنفعل ما يأمرنا به الأطباء لأن إحنا لسنا من أهل الطب اللي كي نطبب أنفسنا وقاكساتنا دي مش ملكنا فلذلك عليك أن أنت تسمعي كلام الأطباء وتروح تجبسي رجلكي عشان الطبيب قال لك كده أما مسألت أننا عايز أتحمل وعايز كذا وعايز كذا وعايز كذا لازم الأطباء أمه يقولوا إحنا نتحمل أنا ما نتحملش طب كوني مش عاملة ده ده هتوقف على مدى المضاعفات اللي هتحصل لحضرتك بعدم التجبيس لأن إحنا مأمورين إحنا ما نلقيش بأيدينا إلى التهلك فأنت هتروحي تسأل الطبيب هو أنا لو مشيت على ده ده في مضاعفات شديدة ممكن تحصل في رجلي لو قال لك في مضاعفات شديدة لازم تلبس الجبس لازم تلبس الجبس ليه؟ لأن قدمك مش ملكك وربنا قال لنا نسمع كلام الأطباء فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموا والطبيب قال لك أنت لازم تجبس رجلك إحنا داخلين مدخل تاني خالص هو مدخل الضرر ومدخل إيه؟ ما أمرنا الله بيه أن نتبع ماذا؟ أهل الذكر فالطبيب لو قال لك كده أنت أتمشي وراء كونك حاسة بقى وبتتحمل على نفسك ما ممكن ده يسبب لك خطر أكتر من الوجع اللي عندك دلوقتي كونك بتتحمل الوجع هذا لا يعني هذا لا يعني إن الأمر سيمر مين اللي حدد لنا بقى إن الأمر سيمر ولا ما يمرش الطبيب وإذاك بتسأليني تعملي إيه؟ هتستشير الطبيب ولو قال لك لازم تجبسيها عشان ما يحصلش شيء ومضاعفات سيئة لازم تجبسيها طب لو فضلت على كده آه لو فضلت على كده آه صحيح إن أخذ العلاج ليس واجبا في كل الأحوال لكن في نفس الوقت في الحالات اللي فيها ضرر بالغ يحصل يجب عليك إن أنت تعملي ده حتى لا تكون مجلبة للخطر على نفسك ومجلبة ليه الضرر على نفسك وهذا لا يجوز لا يجوز إنسان يجلب الخطر أو الضرر على نفسه سواء كان ده على نفسه يعني على حياته أو على عضو من أعضاؤه ده لا يباحه للإنسان وعشان كده أنت عليك إن أنت تعملي كده بشكل واضح يا سادة أسئلتكم مستمرة معنا وإحنا مستمري في أسئلتكم من باركة وهذه الأسئلة تشرح قلوبنا وكمان نفضل مع أسئلتكم من باركة في خير وفي نور وفي باركة ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم ومعنا أسئلتكم من باركة ومعنا سؤال بيقول السلام عليكم أنا يحيا تشرفنا سيد يحيا صحابي في الشارع شايفيني غلبان وضعيف وبيعملوني وحش هالربنا هيجيب لي حقي ولا نعمل إيه هو يعني إيه غلبان ده واضح إنه واسنه يعني بنتكلم كده في من الثمانية والتسعة وانت طالع كده لغاية ما نوصل لسن المراهقة وبيقول لي بقى أنا بقى دلوقتي صحابي في الشارع شايفيني غلبان غلبان يعني طيب ولا غلبان يعني ضعيف ولا غلبان ممكن أتئذي ولا غلبان أنا ممكن ما دفعش عن نفسي كل معنى من معاني دي لها معنى أنا عبتدي بالجزء الأخير هو يعني إيه غلبان لو كان غلبان يعني طيب افرح لو كان قصدهم إن انت غلبان يعني إن انت شخص مش مؤذي افرح كمان يعني لو قصدهم إن انت غلبان يعني شخص طيب مش شخص غلبان ده احنا بنقوله لما نيجي نحب حد نقول ده فلان ده غلبان صحيح ما بيبقاش الكلام إن ده غلبان يعني ده في بعض الأحيان بنبقى دوة العذر الوحيد اللي احنا نقبل خطأ من واحد إنه هو غلبان مش شرير يعني فلو كان غلبان بمعنى طيب افرح ما تزعلش فيبقى غلبان بمعنى طيب قدي أول معنى غلبان بمعنى ايه يعني مش شرير ومش بيستخدم قوته في أزى الناس يعني غلبان يعني مش مؤذي اه انت تفرح كمان لو غلبان بمعنى مش مؤذي غلبان بمعنى ضعيف وممكن يعتدى عليه الحكاية دي لازم نوقف عندها شوية يبقى فيه معنىين تفرح بيه غلبان يعني طيب وغلبان يعني مش مؤذي غلبان يعني ضعيف وممكن حد يؤذي الاولانية دي حقيقة في الكل كلنا ضعف فلو حد بيقولك انت غلبان قوله ما انت كمان غلبان لو كان معنى غلبان اننا ضعيف وانت مين قالك ان انت قوي يعني ما كلنا غلبانين ليه الله سبحانه وتعالى يقول وخلق الانسان ضعيف فكلنا ضعفة الله سبحانه وتعالى يقول يا ايوان ناس انتم الفقراء الى الله فلو كان غلبان يعني ضعيف وممكن حد يعتدي علي طيب ما هو المؤذي مش انا فلزاك ده ما يخوفكش لو حد بيقولك انت ضعيف كلنا ضعفة كلنا ايه ضعفة او بيقولك بقى المعنى الرابع ان انت غلبان معناها انك لا تستطيع ان تدافع عن نفسك امام الاخرين فاذا كان المعنى غلبان ده انت اعرف ان انت معاك الله سبحانه وتعالى وتقدر تدافع عن نفسك اوعى حد يفهمك ان انت لا تستطيع ان انت تدافع عن نفسك تستطيع ان انت تدافع عن نفسك بمدد ربنا وبزكاء وباللطف وبالكرم وبالمدد لا ما تخليش حد يقولك الكلام ده وتصدقه اخر حاجة بقى غلبان يعني بيتضحك عليه وانت لو كان بيتضحك عليك بمعنى ان انت بتصدق الناس وحد ممكن يقولك حاجة وتصدقها ده حاجة مش وحشة ده جزء من اجزاء الطيابة لكن في نفس الوقت ده محتاج حرص لو كانوا بيقولوا عليك غلبان يعني بيتضحك عليك انت محتاج مزيد من الحرص الخمس معاني دوله هو المعاني بتقعد غلبان وإيه اللي حاصل حاضر النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب الطيبين لما حد يأذيه يتجاوز طب ما حد يأذيك فتتجاوز يبقى ده وتاسمه ايه اسمه قوة فده نوع من انواع مدد الله سبحانه وتعالى مدد الله سبحانه وتعالى اللي احنا لازم نحس بيه فاذا كانوا هم بيحسسوك بده بلهم ان معي يا ربي ساهدين فانت عندك مدد ربنا سبحانه وتعالى وعندك دعم ربنا سبحانه وتعالى فخليك ماشي بيه وهو اي حد يقولك ان انت مش هيحصل ليك ان انت تكون في حفظ الله فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين فانت في حفظ الله وفي كرم الله فما تسيبش حد يفاهمك غير كده الحالة التانية والمهمة بقى انت سألتني ربنا مش هيخد لحقي من الناس اللي بيئزوني الله سبحانه وتعالى لا يظلم احدا وكل ما حدث لك من حق سيرد الله سبحانه وتعالى سيرده الله سبحانه وتعالى لك فاعرف ان انت في امان الله واعرف ان محدش يقدر يئزيك لكن انت لا تحاول ان تجلس في مواطن المهانة افتعد عن الناس اللي هما بيحاولوا بقدر الامكان يحاولوا ينتقسوا منك او يشعرك بالمعانة لانك في حمى مولاك وفي رضا مولاك السؤال اللي بعد كده بيقول السلام عليكم حضرة الشيخ بسأل حضرتك انا احيانا امي بتضيقني او تجرحني فانا بشتكي لاختي من باب الفطفضة فقط وليس شكوى امي هل دي غيبة ونميمة مسألة مهمة جدا 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 هنا وفي خط دقيق في المسألة ايه الخط الدقيق في المسألة ان انت بتشتكي من الفعل فلا تتطرقي الى زم امك لان الكلام في الحديث عن الغيبة وعن البهتان هو الكلام عن صفات الشخص مش الكلام عن الفعل والطريقة الصحيحة في حال زي دي ان انت لما تيجي تقولي قمي فعلت معي هذا فماذا اصنع لي اتجنب هذا فتتحول الفعل اللي انت بتعمليه لكي يبتعد ابتعدا تاما عن الغيبة ان تتحول الى المشورة وتترك فكرة الفطفضة ولكن ان انت تروح تطلبه مشورة اختك ازاي تتعاملي مع والدتك طيب الاهم من الاتنين دولة ان من بر الولدين اسمعوا ده مهم من بر الولدين ان تعنوهم على البر والتقوى ازاي البر والتقوى ان كل واحد منكم يبر اهله بانه يذهب ويصلح ما بينه وبين اهله فمن باب البر ان انت تذهبي وتصلحي ما بينك وبين امك يعني ايه تصلحي ما بينك وبين امك يعني تروحي تكلمي والدتك بكل وضوح وتكررها وتقولي له والله انا بحبك يا امي ونفسي ان يكون كل ما بيننا في حال بركة وفي حال نور وفي حال فضل فارجو ان يكون ده باب من ابواب التواصل بيننا وتقولي لها انا حس ان في حاجة مزعلك مني بتخليك تعمليني بهذه الطريقة فارجو ان حضرتك تقولي لي ده وانا غيره فاحاول بقدر الامكان ان اتخلص من هذه الحالة ووصلح ذات البين بين وبين امي هو ده بر الوالدين هو ده اللي يخليك تخرجي من القصة دي انت كل الحكاية عايزاني اقولك دي غيبة ولا لأ عشان تستمري فيها وما تستمريش الاهم من ده انك تبري امك وانتروحي لامك وتزيلي ما بينك وبينها من سوء وكذلك الكلام اللي بينك وبين اختك يكون فيه اطار الاستشارة لانهي تستطيع تستطيع بسبب عشالتها ومعرفتها بامك تشير عليك ازاي تقدر تعملي الاشياء اللي تزيل ما بينك وبين امك من جفوة ساعتها هتبقى انتي برا بامك وفي نفس الوقت لم تقعي في المعصي يا سادة ان النهاردة تكلمنا عن باب كبير من ابواب الانوار عن باب كبير من ابواب فتوح الغفار ونفحات مولانا سبحانه وتعالى وخاصة انه احنا في بدايات السنة الجديدة لما ندخل منه هنجد الله سبحانه وتعالى وسع علينا وبارك لنا وحافظنا هذا الباب بالله عليكم لا تغلقوا على انفسكم لانه باب يجعلكم تدخلوا جنة الاولى قبل جنة الاخرة باب كل ما الانسان عاش فيه دق حلاوة القرب من مولاه وحلاوة مدده المستمر الدائم ألا وهو الاستبشار يا رب جعنا من اهل الانوار وجعنا دايما من اهل الاستبشار برحمتك وودك ومددك يا غفار جعنا دائما نرى الحياة بنورك يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين جعنا من اهل البشرة بأننا نرى الحياة بنورك وبمددك يا رب العالمين